حان الوقت لوضع المسمار الأخير في نعش X.org والانتقال لاستخدام ويلند والسبب وجيه ألا وهو أنه X.org هو مشروع في طور الاحتضار وويلند وصل للمرحلة اللي بتجعل منه مناسب للاستخدام اليومي باعتبار أني مستخدم لويندو مانجرز بشكل حصري فأكيد اخترت أني روح مع ويلند كومبوزيتر وبالتحديد هايبرلاند بدل ما أني روح مع جنوم أو KDE بلازما يمكن البعض بيتذكر أني من فترة حطيت منشور على الكميونيتي انتقادت في السلوك الصبياني لمطور هايبرلاند بس أكيد هذا الكلام ما منعني من استخدام البرنامج هلا اليوم رح أحكي عن تجربتي العامة لهايبرلاند وشو هي الأدوات الضرورية اللي لازم أنها تكون موجودة على النظام لحتى تكون التجربة ناجحة أكتر ما أني أحكي عن كيفية تخصيص الكمبوزيتر بحد ذاته واللي أكيد رح أرجع أحكي عنه بفيديو قادم بس الخطوات اللي رح نشوفها اليوم تعتبر أهم من التخصيص وخاصة بالنسبة للناس اللي بتكون جاية من واجهة رسومية متكاملة مثل Gnome أو KDE أو XFCE أو الناس اللي عم تفكر بالانتقال من مدير النوافذ اللي عم تستخدمه حاليا على X.org فخلينا نسمي هذا الفيديو دليل لاستخدام الويلاند كومبوزيترز أكتر من كونه دليل استخدام هايبرلاند هلا أنا قررت أني استخدم هايبرلاند على Arch Linux لأن هالتوزيعة مدعومة بشكل ممتاز من قبل المشروع بس كمان نيكس أو اس توزيعة رهيبة ومدعومة بشكل ممتاز وأوبن سوزا كمان رح تحصل على نتيجة ممتازة أما بالنسبة للتوزيعات الثانية فتثبيت هايبرلاند عليها ممكن بس رح يطلب خطوات إضافية بشكل يدوي مثل بناء بعض البرامج من المصدر بس أكيد إذا كان عندك الخبرة الكافية فرح تتمكن من تثبيت الكومبوزيتر مع شوية صبر وباعتبار أنه التوزيعة هي Arch Linux فأسماء الحزم اللي رح أذكرها ممكن أنها تختلف إذا كنت عم تستخدم توزيعة تانية بس أكيد رح تكونوا قادرين أنه تحصلوا عليها بشوية بحث على جوجل أو على سيركس انجي هلأ الملاحظة الأولى واللي بنصح فيها بشدة 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 هي أنه نقوم بتثبيت الكومبوزيتر سواء كان هايبرلاند أو سوي أو ريفر على نظام فريش على فريش إنستون ونبتعد عن استخدامه إلى جانب أي مدير نوافذ خاص بإكس أورج ونحاول قدر المستطاع أنه ما نثبت أي حزم خاصة بإكس أورج داش سيرفر باستثناء إكس ويلاند وبعض الحزم التانية اللي من المفترض إنها تكون ديبندنسيز واللي بيتم بتثبيتها أثناء تثبيت الكومبوزيتر بحد ذاته بس هاي النقطة ضرورية جداً إنه ما يكون في عندي حزم إكس أورج أو ما يكون في عندي ويندو مانجر تاني لنضمن إنه بعض برامج مشاركة وتسجيل الشاشة تشتغل بشكل صح هلا بنجي للتثبيت هلا إذا كانت كرت الشاشة اللي عندك إنتل أو أم دي فمجرد تثبيت حزمة هاي بيرلاند من المستودعات الرسمية رح يكون كافي أما إذا كنت عمالك تقوم بالعملية على ماكينة افتراضية على افتراض إنك عم تستخدم الكيو إي أم يو ففي عندي مربع صغير اسمه سفري دي بيكون لازم إنه يكون مفاعل أو إذا كنت قايم بالجي بيو بات ثرو فالعملية رح تتم بنجاح أما إذا كان كرت الشاشة اللي عندك إنفيديا فعلى AUR في عندي حزمة هاي بيرلاند داش إنفيديا وعلى ويكي هاي بيرلاند في صفحة كاملة خاصة بإنفيديا ببدايتها بتقول إنه إنفيديا غير مدعومة بشكل رسمي بس باتباع الخطوات المذكورة بالصفحة فنسبة النجاح قد تكون شبه مضمونة هلا أنا بحالتي السطر ENV يساوي جي بي ام أندرسكور باك اند كاما إنفيديا داش دي ار ام سبب لي مشاكل فأمت بإلغاؤه من الكونفيك الخاص فيي بس باقي الأمور فأمت بتطبيقها بالكامل وبالنسبة للأمر الخاص بتوليد إيميج مخصصة فهذا الأمر ليس شرط أساسي فبيكفي فقط إنه نقوم بتوليد الإيميج بالاعتماد على الكيرنل اللي عم نستخدمها بدون ما نعطيها اسم مخصص آه وطالما ذكرت الويكي فويكي هايبرلاند لازم يكون مرجعك الأساسي وكتابك المقدس إذا كنت ناوي تستخدم هايبرلاند لأن كل شي ممكن إنه يخطر على بالك موجود فيه طيب هلأ موضوع التسبيت خلصنا منه وخلينا هلأ نحكي عن البرامج والحزم الضرورية اللي لازم إنها تكون مسبتة على نظامك لحتى تكون تجربة الاستخدام ناجحة 100% فبهي الحالة أنا رح يكون في عندي حزم الزامية وحزم تكميلية رح نبتدي أول شي بالحزم الزامية لأنها من اسمها الزامية فأول حزمة الزامية رح تكون اللي ذكرتها ببداية الفيديو أنا وهي X.org-X.wayland اللي من المفترض إنه يتم تسبيتها بشكل أوتوماتيكي كديبندنسي بس من الأفضل إنه نتأكد إنها تثبتت لحتى نضمن إنه البرامج الليجاسي اللي بعدهم مطوريها ما كتبوها بشكل متوافق مع ويلاند تشتغل وهوم بنصح كمان مرة تانية وبشدة إنه نحاول نستخدم برامج ويلاند نيتف قدر المستطاع بس إذا في عندك برنامج محدد بعده غير متوافق مع ويلاند مثل VS Code أو VS Codeium أو Chromium أو Brave فرح تكون قادر إنك تستخدمها باستخدام هالحزمة اللي هي عبارة عن حزمة عن طبق التوافق بين البروتوكولين وعلى ذكر Chromium و Brave فمن تجربتي الجخصية وجدت إنه استخدامها كبرامج X ويلاند أفضل من إني استخدمها كويلاند نيتف على الأقل بالوقت الحالي بسبب مشاكل مع الجرافيكس والهاردوير أكسلوريشن فلهذا السبب من وجهة نظري استخدام Firefox كمتصفح رح يعطي تجربة أفضل على ويلاند بحكم إنه ويلاند نيتف على الأقل على Arch Linux منيجي للحزمة اللي بعدها اللي ممكن إنها تكون ضرورية للبعض ألا وهي حزمة XOR-XHost لحتى نتمكن من فتح بعض البرامج الرسومية مع صلاحيات روت مثل برنامج Time Shift أو برنامج G Parted لأن بدون هالحزمة والحزمة اللي بعدها فرح تطلع عندي رسالة خطأ بتقول إنه تعثر فتح إنه الشاشة أو العصور على الشاشة أما الحزمة التالية اللي هي كمان من الحزم الإلزامية فهي حزمة Polkit و Polkit Rapper مثل Polkit-KDE-Agent اللي مطوري هايبرلاند بينصحوا باستخدامها أو Gnome-Polkit فهي الحزمة ضرورية لحتى البرامج الرسومية اللي بتحتاج صلاحيات تروت تفتح أما بالنسبة للصوت فأنا بنصح مرة تانية وبشدة إنك تستخدم PipeWire وWire Plumper وتبتعد عن استخدام Pulse Audio باعتبار إنه Pulse Audio مثله مثل X.org يعتبر في مرحلة الاحتضار وعلى ويلاند لحتى نتمكن من تسجيل ومشاركة الشاشة فاستخدام PipeWire الزامي وبالحديث عن تسجيل ومشاركة الشاشة فالحزمة اللي راح تخلينا نتمكن من هاد الشي هي حزمة XDG-DiskTob-Portal-Hyperland هاي الحزمة مطورة من قبل فريق Hyperland من اسمها طبعا وبس هي بالأساس مبنية على حزمة تانية اسمها XDG-DiskTob-Portal-WRL بس استخدامها أفضل من استخدام الحزمة الأصلية لأن فيها بعض الميزات اللي ما لها موجودة بالحزمة الأصلية ويجب الابتعاد بشكل غير قابل للنقاش عن تثبيت أي حزم Portal غير هالحزمة باستثناء الحزمة الوحيدة اللي ممكن إنها تكون موجودة جنب حزمة Portal Hyperland هي Portal-GTK وإلا إذا كان في عندك أي Portal تاني فعلى الأغلب إنه مشاركة وتسجيل الشاشة ما تشتغل أما فيما يخص Login Display Manager فعندي GDM الخاص بGnome وعندي SDDM الخاص بKDE Plasma تنيناتهن بيشتغلوا بشكل ممتاز مع ويلند بس أنا شخصياً بختار SDDM ك Display Manager أولاً لأنه أخف من ناحية Dependencies من GDM اللي هو كمان بيعتمل بشكل كبير جداً على حزم إضافية من Gnome والسبب الثاني إنه تخصيص SDDM أكبر بكتير من إمكانية تخصيص GDM أما واحدة من أهم الحزم اللي لازم إنك تقوم بتثبيتها مباشرةً بعد تثبيت Hyperland أو Sway فهي حزمة Sway IDLE لأن بدون هالحزمة فالشاشة ما رح تدخل بوضع السبات ورح تظل شغالة على طول فباستخدام هاي الحزمة مع كومنت خاص بHyperland رح نكون قادرين إنه نحدد الزمن اللي بعده بتنطفي الشاشة لحد الآن ما حكينا عن أي حزمة خاصة بتخصيص الواجهة بس قبل ما نكمل بدي أطلب منكم يا حبايب طلب صغير ألا وهو إنه تضغطوا زر الإعجاب إذا شايفين الفيديو مفيد لحتى خوارزمية يوتيوب تنشروا لعدد أكبر من المستخدمين ولو بعدك غير مشترك بالقناة فياريت تنورنا باشتراكك لحتى نكبر مع بعض ومنرجع لنكمل مع البرامج اللي من الآن وصاعداً صار أغلبها اختياري وليس اجباري فبالنسبة للبانيل أنا ما قلت طوب بانيل أنا قلت بانيل لأنه البانيل ممكن أنك تحطها بأي مكان على الشاشة فهايبرلاند ما بيجي مع أي بانيل بس بإمكاننا أنه نستخدم بانيل خارجية مثل ويبار بس لحتى الويبار يشتغل مع هايبرلاند لازم أني سبت حزمة ويبار داش هايبرلاند من الايو ار هلأ تخصيص ويبار أكيد رح يكون فيه إلو فيديو خاص فيه وبالنسبة لتغيير خلفية الشاشة أو الوال بيبر فاستخدام برنامج مثل نايتروجين على ويلاند ما بيشتغل بالإمكان الاستعاضي عنه ببرنامج هايبر بيبر اللي رح نشرحه بفيديو تخصيص هايبرلاند ونفس الكلام ينطبع على برنامج الكس أبيرنس لتغيير ثيمات جي تي كي فعلى ويلاند رح نستعيد عنه ببرنامج NWG داش لوك كمان من الايو ار وبالنسبة للكليب بورد أو الحافظة فعلى ويلاند بدل ما نستخدم Xكليب أو Xكليب بورد فرح نستخدم WL داش كليب بورد وبالنسبة للترمينال فهون الخيار أكيد رح يكون راجع للمستخدم بس ملف كونفيك هايبرلاند الافتراضي أو الإكزامبل اللي بيجي بعد تثبيت الكمبوزيتر بيستخدم كيتي بشكل هارد كوديد وترمينال كيتي أقل ما يقال عنها إنها خرافية وبالنسبة للتنبيهات أو النوتيفكيشن فبالإمكان استخدام إما دانست أو ماكو اللي اتنيناتهم بيدعموا ويلاند واتنيناتهم صغار بالحجم وما بيستهلكوا تقريبا أي موارد أما بالنسبة لتخصيص كيوت أو كيوتي في الحزم اللي رح نستخدمها هي نفس الحزم المستخدمة على X.org ألا وهي حزمة كيوتي فايف سي تي كيوتي سيكس سي تي وكيف أنتم ولحتى يكون في عنا أبلانشر وما نستخدم الترمينال لفتح البرامج فبالإستخدام فبالإمكان استخدام دي مينيو عن طريق الإكس ويلاند بس هاد الخيار اللي أنا شخصيا قررت الابتعاد عنه يعني ممكن الأول أنه خلص دي مينيو بالنسبة إلي هو ديد بروشيكت واستعدت عنه أني استخدم برنامج فوزل اللي هو ويلاند نيتف وكمان بالإمكان استخدام روفي أو استخدام توفي اللي هو فورك من روفي بس كمان ويلاند نيتف يمكن لاحظتوا النمط اللي أنا ماشي عليه ألا وهو أني استخدم برنامج ويلاند نيتف قدر المستطاع والابتعاد عن استخدام طبقة التوافق إكس ويلاند وأكيد لازم يكون في عندي متصفح ملفات أو File Explorer File Manager فلحتى نظل ماشيين بنفس النتق بالابتعاد عن استخدام برامج إكس ويلاند أنا رحت مع استخدام نوتيليس من Gnome بدل Dolphin من KDE Plasma لحتى يكون عدد الديبندنسيز أقل بكتير وما استخدمت PC Man FM لأنه ليس ويلاند نيتف هيك منكون تقريباً غطينا أغلب البرامج الضرورية بس في عدد تاني من الحزم اللي رح أذكرها بشكل سريع قبل ما إنهي الفيديو مثل حزمة Network-Manager-Applet للحصول على أيقونة الشبكة بالسيستري وحزمة NM-Connection-Editor لتغيير خصائص الشبكة وحزمة BlueMan للتحكم بأجهزة البلوتوث وحزمة Gnome-Keyring لحفظ كلمات السر الخاصة بالبرامج مثل NextCloud وحزم Green وسلارب و Flame Shot لأخذ لقطات الشاشة وبأمان الله